السلام عليكم و مرحبا بكم انتمنى ان شاء الله تكونوا كم بخير و تكونوا في صحة جيدة لا تنساوش الى عجبتكم الفيديو تعليم معلكم اشتركوا في القناة و تفعلوا الجرس لياسي لكم كل جديد و لا تنساوش توصلوا هذه الفيديو الى اكبر عدد من لايكات طبعا اذا عجبتكم سوف ندروا معابات كيكا سهلة سريعة و اقتصادية في نفس الوقت المقادر عندي كاس ومصفارينة كي يلتب هذا الكاس و دائما الفارينة تباع على حساب اذا تشرب و لا تشرب عندي نصف كاس حليب تولد كاس زيت يعني نصف كاس ناقص منه اندواء كما راكو تشوفو ما نعمروش هذا كالنصف كاس بزداب رشة الملح زوج حبه تولاد الجاج و عندي الفلان بالنسبة لفلان اهنا فيه 100 غرم اذا استعملته هادك الفلان صغير تقدو ديرو الزوج نوارا شوكو لا اي دق حبيدو اهنا احب تنقلكم حاجة هاد الكيك مرحاش يجي حلو بزداب تقدروا تديرو اللي تحبو حلو بزداب تقدر تزيد زوجو مغارف تح السكر و اللي تحب تاكل الكيك عادي تقدر تديرو غير بلفلان كيما انا منحبش بزداب السكر تدرتو غير بلفلان و جانيم ما شاء الله ويعجبني و ما ننسوش مغير فتع الخل اللي تكون ضرورية هي اللي ستعطينا الخفة وتعطينا الهاشاشة لهذا الكيك يجي بزداب خفيف اول حاجة نجيب نحط الفلان نحط زوجو مغارف نحط زوجو مغارف نحط زوجو مغارف رشته على الملح و نخلطهم ملاح ملاح حتى نبدأ نشوف هادك السكر والبيض يعني هادك السكر اللي في الفلان بدأ يدو بدنا نحطه الحلو هاد الكيكا كان سبق لي ودرتها و في الروتين بصح عجبتكم بزاف و قطولي حطيها لوحدها لذلك قررت نديرها وحدها نزيد الزيت و نزيد نخلط حتى نتحصل على هاد القوام انا كاس و نص حطيتهم مباشرة لكن تحبيبتي دايما ارملي كاس اللول و زيدي نص كاس لان الفارينة يعني على بالي بالي ما تشربش بزاف يعني مشي ما تشربش بزاف سوائل و نوع الفارينة اللي استعملتها ماما لك انت قضي يديري باي نوع حبيتي و تجيك ما شاء الله هدا هو القوام تعل الخاليط اللي تحصلنا عليه اهنا يندير مغرفة كبيرة تعل الخل و نزيد نخلط من فوق للتحت من فوق للتحت حتى نشوف هدا كل الخل ادخل كامل في الكيكتاي بهذا الشكل و هدا هو القوام اهنا هي هدا المرحلة ضرورية اذا ما كانتش عندك مارغارين و زبدة تقدري تستعملي شوية زيت بش هكدا يجوك الاطراف محمارين و ما يلسق لكش الكيكتاعك في المول نرش شوية فارينة على جميع الاطراف بعد نحط الخاليط تعليكيك و اكيد الفرن يكون مشعل على 170 درجة انا استعملت هذا موزلي مخلط بالبرقة اقطع الشوكولة اذا لم يكن لديك شوفان تقدري تدري غير راقة غير اعفوا تقدري تدري غير شوكولة وتاني تقدري تدري جوز و وش كان عندك تقدري تستعملي في الدرقة كما تقدري تدريها هكدا تطيب تدري عليها بطايا وقت 5 ديسار ولا تقدري تدري عليها شوكولة ناسي حبر تدخلوا الكيكتاعكم على 170 درجة دعوه يطيب من تحتها تشعلوا عليها من الفق و هنا تدخلوا الموز في الواسط يعني باش تعرفوا ايدارة هنا ايدارة هنا شوف اعرفوا الكيكتاعكم ما راهو طاب سوخته تديرو هدك الكيك اللي يكون فيه الشوكولة يعني كاكا ولا ما لازم تدخلوه بزاف يعني فوق 7 دقايق في الفرد لانه راح يبس و يجيكم ناشف اهنا غيتشوف و هنشف خرجوه هذا هو شكل تاعو يعني يجي مشاء الله و يجي هاي اللي احنا راهو شوية سخون ستقون يجي من ارمع ما يكون و يجيكم بزاف خفيف انتمنا ان شاء الله تجربوا هده الوسطة و تنجحوا فيها وهدي هي طريقة التقديم لكو تقدمتها به تقضو حتى تزيدوا بعد ما يطيب تديرو شوكولة سائلة له و هنه ياما بخليغين قولكم بقوا على قليل تهلا و في رواحتيكم و ما تنسوش اللي اعجبتكم لفيديو تاليو اشتركوا في القناة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة